نادي تشيلسي تواصل اتفاق مع الجابوني أوباميانج مهاجم برشلونة للحصول عليه الصيف الجاري وقال خبير الانتقالات الأوروبية فابريزيو عبر حسابه الشخصية على موقع تواصل تويتر إن هو تم إخباره بإن الاجتماع اللي تم بالأمس بين تشيلسي وأباميانج كان اجتماع إيجابي وإن الشروط الشخصية مش هتكون أزمة خالص عند تشيلسي وكلاء أوباميانج توصلوا الاتفاق حول العاد وقال كمان إن دلوقتي الجيل وقت الكلام مع برشلونة حول قيمة الصفقة الشايفين طبعا تشيلسي إن 30 مليون يورو قيمة مرتفعة للغاية لإتمام الصفقة انضموا أباميانج للبارسة في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي جي طبعا من أرسنل لكن بعد ستة أشهر لم يعد المهاجم الجابوني الخيار الأول المدير الفني تشافي هيرناندز خاصة بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفندوفسكي